أبداً نحن كجزائريين لن نندم على استقلال ولن نطعن في تاريخ أجدادنا ولن نعود إلى ذلك الماضي إلا بفخر واعتزاز ولن نتوقف عن المطالبة بحقوق أجدادنا وبحقوق أبائنا الذين دفعوا الثمن غالي ولكن أوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا السياسية وأوضاعنا الاقتصادية ومثل هذه الأمور الأخرى لا يجب أن نخلت هذا بذاك للاستعمار جرائمه أثناء الاحتلال العسكري ثم جاءت مرحلة أخرى الاستغلال عن طريق البيادق والأدوات هذا كشأن آخر